فيه دخلنا 15 لعيب اكبر نادي في مصر عمل تعاقدات شتوية 15 لعب 3-4 كانوا متمايزين جدا او 4 مثلا شاركوا بنسبة 80-90% 14 شاركوا بنسبة 30% 14 شاركوا بنسبة 10% وتلاتة شاركوا او ما شاركوش خالص العدد ده حمس الناس القديمة استغنينا احنا عن 10 وفيدي الناس كانت بدأت تتكسل ومش مقديها كويس ونفسها تخرج ونفسها تتباع ونفسها تنتقل ومتاز بيه بأرقام قليلة لما شافوا العدد الكبير كانوا نجيلة زي بيقولوا اتحسنوا ظهر عندي 3-4 لعيبة طول الدورة دي كويس بعتنا الناس جمعوا متفراجوا عليهم شافوهم خلال نفس المتشاط ومبرات الترق تحديدا النهاردة شبه خلصنا في 2 لعيبة توقم لنادي الأسيوتي ياه اتنين لعيبة توقم حسين إبراهيم بقوها فوقا بعملوا أزعارينا يعني الاتنين شبه بعض اه توقم ساعات توقم ما يبقاش شبه لا لا أمير وباهي طبعا الناس كلها تزعل منه ده ان احنا نستغنى عنهم يعني أمير وباهي اكتر 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 اتنين مميزين عندنا خلاص رسميا راحوا هيروحوا خلاص هاتفقنا الأسيوتي اه هاتفقنا خلاص وهم طبعا متفقين مع رئيس النادي السابق إذا فرقة ما ساعدتش يمشوا كلمت رئيس النادي السابق قال لي ده الالتزام اللي بيننا وبينهم بالفعل إذا ساعدنا يتعدل عقودهم وإذا ما ساعدناش يمشوا ويدفعوا خمش شارة ألف جنيه كل واحد اللي هما أبضوهم يعني اه احنا عدلنا الاتفاق وتفاوضت دايركت مع الأسيوتي ونجيب من كل واحد من النادي مئة ألف جنيه على كل لعب وخمسة وعشرين في المئة في عادة البيع تمام لأن انت أنا أنا براهن على عادة البيع فين يا جماعة الاتنين التوامل تحت دول واحد منهم على الشمال ايه ده ايه ده الاتنين هما من غير شعر شوية واحد بينه وبين المرغاني ايه بينه وبين المرغاني ده شبه بعض فعلا طب عندهم كم سنة بشوانتس ستة وعشرين تقريب ستة وعشرين تمام طيب نفس الحماس بتاع إبراهيم وحسام والنرفزة ونفس الجو ده عندهم اللي هي الستورة الروح الإرادة والعزيمة وكده يعني طب اشتركوا في القناة